طيب المفاجأة هنا بأنه أحمد داود أغلو ونحن نتحدث عن أنه يعني كمالك الاتشدار أغلو قال أنا علوي ونحن نعلم بأنه رئيس أردوغان سني مسلم أحمد داود أغلو يحاول إقناع الناخبين بالتصويت لكمالك الاتشدار أغلو في مواجهة أردوغان أتى بتصريح غريب بالرغم من أنه كان وزير الخارجية التركية وكان أيضا رئيس لوزراء تركيا هذا الرجل يقول بأنه معظم علماء السنة يتفقون على أن الحاكم العادل وإن كان كافرا أفضل من الحاكم الظالم وإن كان مسلما في دولة مسلمة ماذا تعلق على هذا الأمر ومن يقصد بالكافر ومن يقصد بالمسلم يعني نحن نتكلم من المنظور الشرعي أولا لم يقل العلماء هذا الكلام لم يقل أي عالم من العلماء هذا الكلام أن يفضل الكافر العادل على المسلم الظالم هذا لم يقله أحد ونحن نريد أن نرى نحن لم نطلع على هذه الأقاويل أولا الحاكم الكافر وإن كان عادلا وإن كان عادلا نحن عندنا في الشريعة الإسلامية هذا لا يعتبر نحن عندنا هو حاكم ولا نعترف به الحاكم الذي يسلط على المسلمين اتفق العلماء والأئمة والمذاهب من أهل السنة والجماعة على أنه يشترط طبعا الإمامة واجبة الإمامة العظمى واجبة عندنا وهذه الإمامة العظمى لا بد لها من إمام نحن نسميها كيف نشاء تريد أن تسميه حاكم تسميه أمير مؤمنين خليفة سلطان المهم لا بد من وجوب تنصيب إمام يحافظ على بيضة المسلمين ويقضي بشريعة الله سبحانه وتعالى هذا نحن بالاتفاق وجوبا لكن ما هي شروط الإمام شروط الإمام اتفق الأئمة والمذاهب وبالإجماع وبالإجماع لا يلي أمر المؤمنين كافر لا بد أن يكون مسلما موسيقى اشتركوا في القناة